أنه العدالة الاجتماعية ما كانتش خطابات العدالة الاجتماعية ما كانتش أبداً في دعاية انتخابية العدالة الاجتماعية طول عمري أسمع العدالة الاجتماعية كلمة كانت سيئة السمعة كنت أستمع إلى كلمة العدالة الاجتماعية على ألسنة هؤلاء الذين يتاجرون بالسياسة الساسة الذين يعني كانوا باع جائلين أصبحوا ساسة جائلين طول عمري كنت أسمع هذا الكلام العدالة الاجتماعية ما فهيم العدالة الاجتماعية أنا مش عايز أجيب أسماء حد يعني لكن لغاية بلد بيشوفوا ناس بيطلعوا يغيبوا يغيبوا يطلعوا لكن العدلة الاجتماعية الغائبة والضائعة أنا بسأل والله لا ده سؤال حقيقي أعتقد مش يبقى مخلي لو سألته بسأل الصورة اللي قدامنا دي الصورة اللي شايفين قبلها وبعدها اللي عليمين دي قبل واللي على الشمال دي بعد بهذا المشهد الحضاري غير المسبوق أنا بسأل وبقول أليس هذا حقا من حقوق الإنسان بسأل الناس بدو حقوق الإنسان اللي صدعوا رؤوسنا وأرفونا بقول هو تحقيق حياة كريمة آدمية مسكن لائق مكان لائق مدرسة لائقة ملبس لائق مأكل حقيقي دور عبادة للجميع على قدم المسواة كنيسة وجامع جامع وكنيسة ده مش حق من حقوق الإنسان يجب أن اللي معندهمش زر الدم يذكروه ويقولوه في كل منظمات حقوق الإنسان إلى كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية انظروا هذا حق من حقوق الإنسان التي كانت ضائعة وعادت هذه الحقوق الآن على مرأة ومسمع من الجميع ندائي أيضا إلى هؤلاء الساسة المتجولون والمتسولون بقول الناس اللي صدعونا وصدعوا القصنا على فكرة العدالة الاجتماعية وفق العدالة الاجتماعية الغائب أقول إنه هذه كانت فريضة وفريضة غائبة فريضة الجهاد الحقيقي لإنقاذ المواطن المصري من براثن الجهل والعشوائية وتقديم الحياة الكريمة له على طبق من فضة في وقت من أصعب الأوقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هذا بيمثل النصر حقيقي انتصار تاريخي للدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد العشوائية وضد الفقر وضد هذه الانهزامية التاريخية لمفهوم العدالة الانتقاية